بصوا يا معنى طبا انا هشرح لكوا الاول. محمود بيحب منتشاس انا بحب منتشاس النايتز بس اكيد محمود بيحب منتشاس النايتز اكتر مني بكتير تمام ده واحد. اثنين انه محمود يعني ايه مش طاق اللي عمله كريستيان وناله. عكس انا برضو شوية لو احنا متابعين مع بعض يعني. فالنهار ده انا بستني محمود بقى عشان ايه? نديبيت شوية مع بعض. انا كمان. وجيمي كمان عايز يخش في الموضوع وجيمي مش عايز يخش في الموضوع وجيمي عايز يجي علي دي نيته هو داخل النار هقولك بس الاول ايه انا بحس بايه عشان اوصل لنقطة اتفاق معاك نقطة الاتفاق انه انا ضد اي لاعب في العالم في مصر والله برا مصر انه يطلع يفضح ندي كده ويفضل يقول التصرح اللي بيقولها دي فاحنا كده متطفقين بس انا قلت النهاردة وقلت انبالح لو كرسيو نالد who la… المؤثر دفعيencer ما قلت يقول الله وبرا روند هل بقى لها اكتر ويدك المنارد واحد من الناس اللي عايز تةكلعيش في مisel عايز يجال نيفل ورويكل والناس الحلوية دي برضه مش هيتطلعوا يهجموا في مانشستان روند هيفوق الناس خينغي الريون نفسه مهم الربراندو الخلاف اللي بل Reach نادي بقى نادي تجاري ولا إن مفيش تحسين ولا كل كلم ده كل جمهور منشستر نادي تتعارفوا كل جمهور منشستر متطفق عليه مش هو ده نقطة المشكلة في كلام رونالدو خالص وبالمناسبة رويكين وجارين في نادي بتخبى بس على فترات من بعيد فهو الكنسبت مش إن رونالدو تلع قال إن إدارة النادي وإدارة النادي أغلب جمهور منشستر ضد إدارة النادي أصلا كده كده مفضوح بالضبط فمش هي دي نقطة مش محتاج تفضح نقطة في إن إنت بتشتم لعيبة السابقين في النادي ولعيبة كانوا سابقين معك المشكلة الأكبر هو إن إنت قلت أنت بتحترمش إليك تنهاج مع إن إليك تنهاج احترمك ما كانش الموضوع إن هو بيجي عليك لأ لو فصلنا المضام له لآخرو هنشوف إن لو هنقول إن في حد ما بيحترمش التاني فهو إن رونالدو ما بيحترمش إليك تنهاج مش إن هو ما بيحترموش عشان تنهاج عمل كذا لا، تنهاج لو فصلتنا المضام من أوله طبعا انا مش عايز اعطعك بس ما اقول لك تنهاج فعلا كل التاشرحات وكان فيها احترامل كريسان ونالدو طبعا بس احنا ما نعرفش برضه بل كان بيحصل جهو ايه في غرفة خلاب ملابس يبقى مين الغلطان ساعتها؟ مين اللي خرج أسراء غرفة خلاب ملابسك رونالدو بس مش تنهاج لأ أبو رونالدو عقيره تنهاج من أول ما جاء هو بيتكلم في كل مرة على إن رونالدو لعب مهم على إن رونالدو واحد من أهم العناصر اللي موجودة بالنسبة له وأن أنا بعول عليه وا 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 كل كلام ده فأرض الملعب أو المواقف اللي حصلت ما بينهم هو أول موقف إن رونالدو غياب عن فترة التحضير بسبب مرب بنته فإحنا هنا مش بقول إن هو تهرب أنا كنت فاكر إن هو ما راح لشان كده ولكن طلع قال على إنه كان فيه بسبب مشكلة مرب بنته في نفس الوقت اللي إيريك تنهاج لما تسأل قال مشكلة شخصية قال إن في أسباب شخصية فكده أوتوماتيك لأول مرة هو إيريك تنهاج قال إن فيه سبب لغياب رونالدو فهو تنهاج مجاش على رونالدو دي أول لقطة فيها احترام هو عادي جدا رونالدو بعد شهر من الغياب كان طبيعي يرجع وهو بدانين قليل إحنا كل ده ما اتكلمش فإن رونالدو هو اللي سرب أخبار إن هو عايز يمشي من نادي ده أولاً فخرجع معنده مشكلة بدانية فطبيعي إن هو ياخد وقت عشان يبعنده المشكلة بدانية يتحل فبدأ ياخد مطشوط الدور الأوروبي بعد كده بدأ يحاول الجهاز هو مش جاهز بدانية بدانية لسه مش كويس لماسبة الكلام على إن إيريك تنهاج ما بيلعبش رونالدو رونالدو لعب حداشر ماتش أساسي من أصل واحد وعشرين ماتشوط رونالدو وهو لعب في سن سبعة وتلاتين سنة فده القصة مش قصة رونالدو قصة إن أي لعب في السن ده طبيعي إن هو مش لعب كل ماتشوط وكمان ما حضرش فترة إعداد فكان بيحاول يجهزوا واحدة واحدة اللقطة الوحيدة اللي غاد في إيريك تنهاج مع رونالدو هي لقطة لما ما نزلوش بدري في ماتش توتنوب أنا كنت شاهد إنه ولأ ياخد التالت ساعة دي لو مش من باب أن تلعب رونالدو من باب إن ماركوس راشفورد ومهاجمك الوحيد اللي فاضل لسه مخبوط في ظهره وعندك ماتش بعد ديومين قدما تشلسي ولكن مش معنى ده إن يكون رد الفعل بإنك ما ترداش تنزل في الخمس دقايق وبعد كده تسيب الملعب وتمشي دي كلها حاجات أو تصرفات طبعاً إنه سابقة من الملعب بدري في فترة التحضير تدل على إن رونالدو معتقد إنه أكبر من إيريك تنهاج أو إنه أكبر من النادي ومفيش لعب في التاريخ أي أن كان اسمه وتاريخه وبطولاته وجوانه وأرقامه هو أكبر من أي نادي مهما كان هو قليل فيما بلك بإنه هو منشستر ينادي فالموضوع بعيد قوي قوي بإسناء دي حقيقة دي كلها وقائع إحنا كانوا بعض السنة اللي فاتت بعد أن رونالدو جي منشستر بيوم كنت عارف أنا طاير إزاي من فرح وأنا لما كنت عارف أن رونالدو راح الستي مع العلم إنه هو وافق إيه راح الستي وده رايفل لمنشستر يونيتد كنت بدمع وأنا قاعد مع الناس أن رونالدو اللي أنا كنت تربيت وأنا عالي صغير وهو في فرقتي نروح يلعب في الرايفل وانسيت من إنه أنا بحبه إنه هو أصلاً وافق إلعب في الرايفل وعديت الموضوع والكل كان طاير بوجود رونالدو وأنا وانتكلمنا كتير إننا ناس كتير كانت بتقول إن رونالدو واحد من مشاكل منشستر السنة فاتة وأنا كنت تقول لك لأ ده كلام فاضي جداً رأي جاب 18 جنف الدورة فأكيد مساعد الفرقة وفي وسط كل ده شابه هو مشكلة ولكن من لحظة أن رونالدو قرر إنه هو يطلع أخبار تسريب إنه أعز يمشي من النادي من صحفيين أصدقاء شخصيين اللي هو وكيل أعماله وبعد كده غيبوا عن فترة التحضير فنتيجتها هنا ما بقولش إنه هو بلومه علي فنتيجتها كان تأخره بدنياً عن الفرقة فالمدرب بيحاول يحضره إيريك تنهاجي لما بيحترمش رونالدو قبل آخر ماتش لعبة رونالدو قدام أستون فيلا ادلوه شرط الكابتان حتى ممكن ما يدهلوش لو هو ما بيحترموش موقعه ما هو ما بيحترمش لعيب أنا خلاص مش هدي له اي امتياز فبرونو فرنانز مش موجود هدي الكابتان لدي خيه مثلاً مش هقدره ولكن في النهاية إيريك تنهاج غلط مرة واحدة مع رونالدو رونالدو غلط كتير في حق إيريك تنهاج ياخد انت شاهله مع بيهوش في حاجة قلتها ما حصلتش ياخد انت شاهله مع بيهوش قولي في حاجة من الولتدك كلها كل ده كلام حصل أنا بس عشان حاوب كريستيانو زيادة عن اللازم معديش مشكلة أنا عايب كلام نحب كريستيانو نالدو بس يعني أنا بحبه زيادة عن اللازم فمش حتى السورة أو الناس اللي بدأت تشتم في كريستيانو اقوي او تهاجموا اوي انا مش قابلها عشان ده ده استورة ا اخطأ وعنده حاجة كتير فيتحمل هزا انا أنا معنيش مشكلة في ده انا بس مشكلة الناس تعتقد ان اللي بيت قال ده ما حصلش هو حصل او ان رونالدو اكبر من منشستر عشان رونالدو معه خمسة ابطال ومانشستر معه ثلاثة ابطال رونالدو لا هو معه متين ابطال وبيلعب في بورسموس في الدرجة الرابعة لا هو فابورس موس اكبر من رونالدو اكبر من ميسي و اكبر من ميسي و من رونالدو و من بلو و من مرادونا اي حد في التاريخ دايما هرم الكورة نادي مدرب مدرب يدور لعيبة فده هرم كورة ما ينفعش حد يتخطاء او عشان نجمه اسطوري طبعا ما فيش خلاف على اسطورية رونالدو يبقى المفروض ان الجامهيرو او الناس اللي بتحبه تعتقد ان دي حقيقة لان ما مش حقيقة